التعذيب أوداء بـ 57 متقطة ضمن مهمة غسل جرائم الميليشيا تناولت وسائل إعلام الإنقلاب خبر نفي النائب العام للتعذيب الذي يتعرض له الصحفيون في سجون الميليشيا في ظل شواهد عديدة تؤكد تعذيب المختطفين وليس هناك دليل أكبر من خروج المختطفين جثثاً هامدة بعد تعذيبهم حتى الموت في سجون غير مرئية بحسب متابعين فإن البيان الصادم والصادر عن النائب العام يحمل مغالطات وفبركات وتزويراً للحقائق من أعلى سلطة قانونية في صنعاء تحولت إلى ملحق باللجنة العليا للإنقلاب وهي التي أدت القسم الدستوري أمام سلطة غير دستورية حجم الضرر الذي يلحق الأذى بالمدنيين جراء هذا التوظيف لنائب الشعب يتضاعف من بينها أن يفقد الناس سند القضاء والنيابة العامة في قضاياهم وأن يتحول منصب محام الشعب الأول إلى ثقالة مركزية في قبضة الإنقلاب في الجمهوريات الدستورية النائب العام هو صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوة الجنائية واستعمالها وله كافة الإختصاصات التي يقررها القانون لأعضاء النيابة في صنعاء المحكومة بسلطة غير شرعية تم تعيون النائب العام من قبل كيان غير شرعي وبناء على الأثر ما بني على باطل فهو باطل غير أن اللافت في تحركات النائب الأخيرة هو تحوله من نائب للشعب إلى نائب للميليشيا والدور الأخطر قيامه بدور غسل جرائم الميليشيا التي طالت الصحفيين وتقديم ذاته كتابع ذليل للسلطة التنفيذية عقب جريمة جمعة الكرامة كان للنائب العام دور ملموس وحقيقي حينما حضر بذاته إلى ساحة التغيير ليكون شاهدا على تلك الجريمة المهولة واليباشر التحقيق في الجريمة مع القناصة الذين تم إلقاء القبض عليهم في أسطح البنايات على إثر ذلك أطاح صالح بن نائب العام واستبدله بنائب آخر على مزاج السلطة ومقاييسها لكي لا يتمكن من الإشراف على تحقيق النزيه لمعرفة الحقيقة باعتبارها المدخل الأهم للعدالة الانتقالية اشتركوا في القناة